في 15 سبتمبر 2020 حاول الآلاف من المغاربة دخول وغراق جيب سبت الإسباني في سياق حيث تحسنت العلاقات مع الجار الإسباني فإن هذا الحدث هذا الغزو هو أمر مهم جدا يمكن أن يغير العلاقات بين مدريد والرباط هدف هذه الفيديو وهذه القناة على يوتيوب ليس مجرد التعليق على هؤلاء الشباب المغاربة الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا هذه الظاهرة موجودة منذ 40 أو 50 عاما وليست شيئا جديدا لن أعلق أيضا على رد الحكومة المغربية التي تتجنب الموضوع وتلقي باللوم على أيدي أجنبية لن أخبركم أنه يوجد جزائريون أو أنه مؤامر من جنرالات الجزائر لأن ذلك بالنسبة لي سيكون كذبة ما يجب قوله والتأكيد عليه هو أن هناك إخفاقات خاصة بالمغرب إخفاق مغربي هزيمة مغربية حكم ضد مجتمعنا الذي فشل في التطور الذي فشل في تقديم مستقبل لأبنائه مجتمع مغربي ضعيف أمام التأثيرات الخارجية محروم من سيادته الاقتصادية والإقليمية وحتى الدينية عند الحديث عن السيادة الدينية من المضحك رغم أنه قد يجعلنا نبكي أيضا أننا نكافح من أجل إرث المرابطون والموحدون في حين أن هذه السلالات المغربية المغربية كانت صارمة للغاية فيما يتعلق بالرؤية التي كانت لديهم عن الإسلام مجتمع فاشل كما هو الحال في المغرب والعديد من المجتمعات العربية الأخرى اليوم هو مجتمع مليء بالتناقضات بطبيعته بالنسبة للمغرب نحن نتمسك نطالب بتاريخ يمتد لعدة قرون بينما ننكر الجوهر النقطة الأكثر أهمية الأساس الذي يقوم عليه تاريخنا وهو الإسلام نتيجة لذلك بالإضافة إلى العديد من التناقضات هي ضعف ثقافي يهدد تراثنا الإسلامي نحن ضعفاء 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 وشبابنا لم يعودوا يثقون بنا لأن المجتمع المغربي لم يستطع التكيف مع الحداثة عالق في أنماط قديمة عتيقة غير قادر على الاستفادة من العولمة وغير قادر على بناء اقتصادات قوية ومتنوعة فإن مجتمعنا في حال التراجع متواصل وشبابنا يهربون بشكل متزايد إنه فشل مغربي ولكنه أيضا فشل للعالم العربي انظروا إلى لبنان اليوم وما يحدث مع الهجوم من أحد جيرانه لبنان الذي كان مزدهرا في السابق بيروت جنيف الصغيرة اليوم في خراب مدمر اقتصاديا ضعيف عسكريا تحت تأثير سياسي أجنبي لأنه أصبحنا ضعفاء مثلا لأن لبنان ضعيف ضعفاء أمام قوة تستفيد من انقساماتنا وفوضانا لذا هذا هو المصير الذي نتشاركه نحن المغاربة في عالم عربي يشهد انحدارا كاملا المغرب متأخر في جميع الجوانب أيضا الصناعية والتكنولوجية والتعليمية وهذه الهجرة نحو أوروبا هي إشارة انذار لرباط قبل فوات الأوان كما حدث في لبنان أي الانفجار أو الانهيار كيف وصلنا إلى هنا؟ أولا يجب أن نتجاوز المظاهر كنت سأقول الدعاية لكنني لا أجرؤ على ذلك لقد حقق المغرب بالتأكيد تقدما حيث شهد نموا مستقرا وتطور طبقة وسطة في المدن الكبرى وبنية تحتية متطورة مثل تانجيميد والميناء والقطار السريع بالإضافة إلى صناعة السيارات مما يدل على نجاحات حقيقية التي تخفي واقعا مظلما وعدم توازن في المجتمع المغربي العميق الحقيقة هي أن نموذجنا الاقتصادي هش دعونا نأخذ مثال الابتكار في عام 2022 قدم المغرب 169 براءة اختراع بالمقارنة قدمت اندونيسيا 1568 وتركيا 9000 والصين تقريبا 2 مليون براءة اختراع خلف هذه الأرقام يكموا واقع لا مفر منه نحن لا ننتج المعرفة نحن مجرد مشاهدين مستهلكين بينما تقوم العديد من الدول الأخرى بالابتكار والتقدم لذا نحن ما نشارك في الثورة التكنولوجية العالمية بل نعاني منها تؤثر هذه الضعف الهيكلي سلبا على ثقة الشباب المغربي ولها عواقب مباشرة على اقتصادنا لا تمثل صادراتنا من التكنولوجيا العالية سوى ثلاثة في المئة من الإجمالي تركيا على سبيل المثال تمثل عشرة في الممئة والمكسيك إن عشر مئة لذا نحن محاصرون بنموذج يعتمد على التعاقد من الباطن والتجميع والعمالة الرخيصة والمواد الخام نموذج من الماضي عفا عليه الزمن نموذج كان ينبغي أن يكون مجرد انتقال للانتقال من الفقر إلى النهوض إلى التنمية نموذج لم يعد بإمكانه حملنا والصورة أكثر قتامة عندما ننظر إلى المؤشرات الاجتماعية البطالة تصل إلى ثلاثين في المئة في مدينتنا تشكل الاقتصاد غير الرسمي أربعين مئة من الناتج المحلي الإجمالي فهو اجتماعية ومشكلة اقتصادية لكن الهجرة غير الشرعية ليست مجرد مسألة راتب أو وظيفة يشعر هؤلاء الشباب المغاربة بالإقصاء والتهميش والاختناق في نظام تنقل فيه الامتيازات كإرث حيث تكون النجاح غالبا محددا مسبقا من خلال الولادة وليس من خلال الجدارة ليست مسألة عدم المساواة بل هي شعور عميق بعدم الاستقرار الاجتماعي المغرب محاصر عالق في إقطاعية حديثة تمنع الصعود الاجتماعي في عالم حيث الابتكار والمهارة هما محركات تنمية لذا فإن الهجرة غير الشرعية هي سعي نحو الكرامة ورفض لنظام حيث يتم قفل الوصول إلى الفرص حيث تقوم النخب العربية المغربية بإغلاق المستقبل خوفا من فقدان امتيازاتهم لفهم هذه الوضعية يجب وضع المغرب في سياق تاريخي لفترة طويلة كان المملكة مستقلة ومستقرة على الرغم من أنها مرت بالطرابات استعمارية أو سياسية على عكس العديد من الدول العربية استطاع المغرب الحفاظ على استمرارية ملكية ودينية ولكن بأي ثمن ثمن محافظة إذا كانت قد استطاعت الحفاظ على الاستقرار فإنها غالبا ما تأخرت في الإصلاحات الضرورية لتحرير الابتكارات اللازمة لتطوير المملكة ومع ذلك في العالم توجد نماذج أخرى اختارت الدول الآسيوية نظام الجدارة والتطور التكنولوجي لقد تمكنت دول مثل كوريا الجنوبية أو سنغافورة التي كانت فقيرة في السابق مثل المغرب من تحويل مجتمعاتها من خلال وضع التعليم والابتكار والصناعة في صميم مشاريعها المجتمعية حتى الدول العدوانية مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية على الرغم من عزلتها قد طورت سيادة تكنولوجية عسكرية تمكنها من الدفاع عن مصالحها المغرب من جهته لا يزال بعيدا عن مثل هذه الاستقلالية تعتمد دفاعه على تحالفاته الاستراتيجية مع القوى الكبرى وتبقى صناعتهم العسكرية في مراحلها الأولى إذن كيف نخرج من هذه المأزق؟ الأمر يتلخص في ثلاث كلمات الجدارة، السيادة، والكرامة، الجدارة من خلال اقتصاد متنوع حيث لا يكفي أن تكون هناك نمو بل يجب أن يكون هناك نمو يعود بالنفع على الجميع وخاصة أولئك الذين يمتلكون المهارات والشهادات والذين ينتجون ويساهمون في تقدم المغرب يجب على المجتمع المغربي أن يمنح مكافآت لأفضل الطلاب ويمنح مكافآت لأفضل العمال ويكافئ أيضا أفضل المثقفين بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى عائلات كبيرة أم لا النقطة الثانية، السيادة التكنولوجية والعسكرية وبالتالي الثقافية يجب على المغرب أن يستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير ويقلل من اعتماد على الواردات ويطور صناعة محلية في قطاعات استراتيجية مثل الصحة والطاقة والتكنولوجيا لذا سيؤدي ذلك إلى مزيد من السيادة الثقافية وبالتالي سيعزز التراث الإسلامي المغربي حتى لا نقع في فخ الاستعمار الجديد النقطة الثالثة الكرامة للجميع الكرامة لا تقاس بالراتب ولا تقاس بالوظيفة إنها تقاس بالاحترام الممنوح لكل مواطن العمل بكرامة الوصول إلى الخدمات العامة بكرامة الحصول على شهادة بكرامة الكرامة هي المساواة والاعتراف بكل مغربي لما هو عليه لأولئك الذين يساهمون في المجتمع وليس لأولئك الذين يمتلكون لذا فإن الهجرة غير الشرعية سبتة هي أكثر من مجرد أزمات هجرية إنها رمز لشر ينهش في المغرب إنها ألاف من المغاربة الذين يحاولون الوصول إلى سبتة أو أوروبا هربا من الفقر هربا من بلد لم ينظر إليهم أو يستمع إليهم بلد محاصر بصرامة مجتمعة الذي يكافئ نخبته ولكنه يتخلى عن مواهب مناطقه فخ ينغلق على مملكة المغرب في الوقت اللي نتحدد فيه عن الثورة التكنولوجية والاستعمار من خلال الخوارزميات المغرب غير مستعد لمواجهة كل هذه التغيرات وهنا يكمن المأساة بدون سيادة اقتصادية حقيقية لا توجد سيادة ثقافية بدون اقتصاد قوي قادر على خلق فرص العمل وتقديم الآفاق وتعزيز المهارات فإن قيمنا الإسلامية ستصبح ضعيفة تظهر الآثار السلبية لهذه الاعتماد بالفعل شبابا مغربيا منفصلا مفتونا بنموذج غربي يبيع له أوهام الحرية والنجاح التنمية الاقتصادية ليست مجرد مسألة إحصائيات أو أرقام بل هي استقلالنا طالما أننا سنكون معتمدين على مواردنا وتقنياتنا وصناعاتنا سنكون عرضا للهشاشة وهذه الهشاشة هي الباب المفتوح أمام جميع التأثيرات وأمام جميع الهيمانات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية نحن نعرض أنفسنا لخطر أن نصبح غرباء على أرضنا الخاصة محكومين باستيراد ليس فقط المنتجات ولكن أيضا الأفكار وأنماط الحياة التي تنتهي بإزالة بإخفاء ما نملكه من أغلى ما لدينا تراثنا الإسلامي هويتنا وكرامتنا يجب على المغرب اليوم أن يختار بين الاكتفاء بحداثة سطحية لا تستفيد منها سوى النخب أو الاكتفاء بتطوير على سرعتين أو أوبتر من أجل تجديد عميق إذا فشل المغرب في توفير مستقبل لشبابه فإننا نفقد أكثر من سيادتنا الاقتصادية نحن نفقد ما نحن عليه لذا يجب على المغرب أن يعيد الاتصال بتاريخه وأن يعود ليكون هذا المعبر الثقافي وموطن التبادل ونموذج التوازن بين التقليد والحداثة إذا لم نفعل ذلك فإن سبتة لن تكون سوى البداية رمز من بين العديد من الرموز لما سنكون قد تركناه يفلت من بين أصابعنا مستقبل وشباب وأمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر